أهلا بحضراتكم من جديد في فقراتنا دي حنتكلم عن الاستثمار في 20-24 لو أنا يعني ما عنديش ثقافة الاستثمار دي وعايزة أبتدي المساري اللي المفروض أمشي فيه من غير ما يبقى فيه خطورة كبيرة في الاستثمار ده اللي إحنا هنا هنتكلم عن استثمارات شخصية هنتكلم مع المتخصصين بينوّرنا النهاردة في الستوديو دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي وأستاذة حنان رمسيز خبيرة أسواق المال أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم دكتور هبتدي مع حضرتك ويمكن هي مسألة الاستثمار دي مسألة شوية ما كانتش موجودة في ثقافتنا آه الستة المصرية بتعرف تدبر أمورها وتعرف وهي مستثمر صغير لكن إحنا عايزين دلوقتي أن نبتدي نشوف اللي معاه مبلغ من المال وعايز أنه يستثمر إيه الأسواق اللي بالنسباله تكون أسواق آمنة وما فيهاش خطورة كبيرة طيب اسمحيني أنا بشكو أحرك على استضافتك الكريمة وأقول لحضرتك والكل مشاهديننا والأستاذة حنان كل سنونا طيبين وعام سعيد إن شاء الله يا رب والإخواتنا كلهم إن شاء الله عام يعني سبع يناير خلاص إحنا على الأعتاب زي بيقولوا كده كل سنة وانت طيب يا حنان وكل إخوات المصريين كلهم طيبين يا رب وعاهم كل سنة وحضرتك طيب حضرتك تفضلتي بسؤال في غاية الأهمية أنا طبعا يعني بحييكي عليه الناس النهاردة بقى عندها وعي أن ازاي تستغل فلوسها خاصة في الأوضاع الاقتصادية العالمية صحيح وابتدى فيه اهتمام كبير جدا كل شوية الناس تقولك هو وضع السوق عامل إيه سواء بقى سوق سعر الصرف أو الفوائد شكلها إيه في البنوك أو البورصة النهاردة بتحرك إزاي واللي معاه فلوس النهاردة عايز يبتدي يشوف أفضل وسيلة للدخار سواء بقى كبير أو صغير ويشوف المصاري اللي هو الآمن إحنا عايزين نهتم يا دبطر بعد إذنك بصغار المستثمرين لأن دي فيقى مش قليلة دلوقتي الشاب اللي لسه متخرج وبيشتغل والبنت اللي لسه بتتخرج وبتشتغل عايزين يستثمروا وعايزين يبنوا لنفسهم يعملوا إيه؟ خلينا نقول دايما أنا بنصح أي حد كان لازم يشوف الأوعية الادخارية الأوعية الاستثمرية يعني لو حايز يبتدي يفكر النهاردة يستثمر إزاي الأول يدخر قد إيه؟ يبقى لازم يعرف العائد أو المرضود من العائد من الأموال اللي معاه دي نمرة واحد ولازم يعرف كمان التضحية اللي هيضحيها يعني لو معاه حضرتك أو مع أي حد كان فلوس بيضحي في سبيل إنه هو النهاردة بيتجنب رغباته يعني بيحاول إنه هو ما يتمتعش بحاجة في سبيل إنه ياخد الفلوس دي يستثمر بيها التضحية دي النهاردة مقابلها عائد يعني يجب يحط فلوسه مثلا في البنك هياخد فوائد كبير صح؟ ولكن النهاردة ممكن ياخد فوائد أكتر؟ آه طبعا بس مخاطرة أكتر زي إيه؟ نيروح البورسة يستثمر في سوق المال طب ممكن النهاردة بس الاستثمر في سوق المال ده مش عايز متخصصين؟ آه طبعا ما هم متخصصين ما هم موجودين وهم دايما اللي بيقوموا بدورين في غاية الأعمية التوعية كيفية دخول المستثمر بتوعيته للاستثمر في سوق المال والحدة التانية إزاي يكون أمين على مدخرات الناس اللي هي بتسلمه الأموات؟ طب دطر مصطفى عايزة أروح في النقطة دي؟ ليه أستاذة حناني؟ يعني بتدوا توعية إزاي أنا معرفش حاجة في البورسة على الله كده حكيتي في البورسة هدخل أعمل إيه؟ إيه التوعية اللي بتقدموها للشباب اللي عايز يستثمر للبورسة في البورسة؟ طبعا البورسة نفسها بتقدم كورسات تدريب في العديد من الجامعات وعديد من المدارس وفي كل عام بتخرج دفعات جديدة من المتدربين اللي هم بعد كده بيبقوا متداولين في البورسة ده رقم واحد رقم اثنين شركات التداول المتواجدة داك للبورسة مثلا إحنا عندنا بنقدم الخدمة دي في العديد من الجامعات والعديد من المعاهد لإيماننا إن لازم الجيل اللي جاي يتغير ثقافته بالمرة ما يبقاش مدخر لا يبقى مستثمر إن فيه فرق كبير جدا ما بينيه يدخلوا الاستثمار المدخر ده بيعد يستنى الفايدة اللي هتحصل له من البنك في سنة كاملة إنما المستثمر بيتابع أعتقد منه إن أنا كده في الأمام تمام لكن طب ما أنا هكسب يعني لو جيت البورسة بيكسبه أكتر من الادخار البنكي لما أدير استثماراتي بطريقة سليمة إن أنا أستخدم فائد النقود المتواجد لدي وبيبقى معايا مدير حساب بيساعدني أتخذ القرار الاستثماري بيوجههم وإحنا كمان بنعلمهم حاجة مهمة جدا يتابعوا ورانا بنقول لهم على المواقع الإلكترونية مثلا هيتابع فيها أسعار الأسهم لو كان هيتعامل على تداول إلكتروني بيبقى عندنا التطديقات الإلكترونية بنعود معاه أول ما يبتدي يفتح حساب داخل شركة التداول ويتكود وعشان يفتح حساب المفروض يبقى معاه كام يعني هل في حد أدنى للاستثمار في البورسة؟ ممكن من أول 500 جنيه تداول إلكترونيا ودي بتبقى متوفرة لدى كل الشباب لأن عندنا أسعار الأسهم بتتروح ما بين 50 قرش لغاية يعني ممكن بيوصل 800 ألف جنيه فهي بتبقى مخاطبة لكل الشريح طبعا البورسة في الفترة اللي فاتت كان عاملة يعني أداء إيجابي قوي جدا لاهتمام الدولة بوثقة ملكية الدولة لتخارج من العديد من الأنشطة وده اللي شجع ناس كتيرا أن هي تتجه للتدور في البورسة وعايز أقولك على حاجة برامج التلفزيونية دلوقتي بقت مهتمة جدا بموضوع ثقافة البورسة فيه برامج اقتصادية بتخاطب حتى غير متخصصين وفي كتير كمان ممكن يتابع المنصات المتواجدة على اليوتيوب وعلى التيك توك وكل الأدوات التواصل الاجتماعي وبيعرف منها يعني المعلومات حتى اليسيرة ولما فيه يعني مثلا أنا واحدة من الناس الحمد لله لما حد بيجي يسألني لازم أجاوب عليه حتى لو أنا ماشي في الشارع ما يعرفوني أنا في البورسة يعني إيه البورسة إزاي أتدول فيها القدرة المالية قد إيه وعلى فكرة البورسة ليه الجميع مش لفئة عمرية ولا ليه قدرة مالية ودي طبعا إتاحة جيدة جدا ودايما بنقول إن البورسة شبيهة النقود يعني أنا ممكن أتدول في البورسة ولما أحب أسايل فلوسة في أي وقت بكابسة زر انتر بقى بيع أسهمي تحول إلى نقود طبعا بإذن الله بمكسب وهي غير أي وعاء استثماري آخر بيحتاج فترة للتسهيل وبيحتاج فترة لدوران رأس المال البورسة معادلات دوران رأس البال العليا جدا ومساهمة بطريقة مباشرة جيدة في النتجة القومة الإجمالية لا أنا خلاص كده هستثمر طانعاتي أستطيع أن أعود لدكتور مصطفى اسمحي لي بس أضيف حاجة صغيرة طبعا عشان بقى أشجعك عشان تخش البورس لا رسي أخد كورسات لا لا من غير كورسات نحن نشجع الناس ونشجع الاستثمار في بلدنا سوء المال اللي هو في نهاية 23 اللي هو انقضة يعني من تقريبا من 48 ساعة عمل المؤشر الرئيسي 66% يعني تقريبا تقريبا اللي حط 100 جنيه بقت 166 جنيه في نهاية العام أنا بقول تقريبا طبعا ده مجازا يعني ده ارتفاع كبير جدا مقابل للفايدة في البنوك أكتر فايدة كانت في البنوك 25% تروح البورسة أو تروح البنوك هو ده بقى ليحنا نتكلم فيه طول ما فيه اختيارات متعددة لازم تقبلي المخاطر المتعددة البورسة زي ما فيها ارتفاع كبير جدا فيها مخاطر برضو بالضبط التداول السريع ده بيحرك دايما الأموال في مخاطرة عليها تمه ده يوجهنا لأنه ما فيش حد يحط فلوسه كلها في حاجة واحدة يعني متستثمرش في الدهب بس في العقارات رفو عليك عشان كنا نعمل يا فاندم بقى ننصح الناس دايما لازم وانت عندك تصور ان انت تقدر تعمل تشكيلة من استثمارك مختلف الاوعال الدخلية بالضبط كده ودازم نقول فيه اختلاف ما بين الناس اللي هو الاموال معهم قليلة او محدودة او عنده يعني فلوس اليلة واللي معاه فلوس كتير لازم ننصحه بحاجة تانية وفي غاية الاهمين الوقت اللي انت محتاج فيه الفلوس دي بعد قديه يعني اعتبر انه هتخلي فلوس للاولاد وللمستقبل ومش عارف هي بعد سنتين تلاتة اقول لي كروحي استثمري فيه اوعية استثمارية زي العقار ممكن تخشي تستثمري في جزء من الفلوس العقارات متعالية السوق الاقوى في المنطقة كلها اه طبعا بس مش اسهل تسهيلا يعني متعرفيش تبيع الوحدة العقارية زي ما تبيع في البورصة يعني البورصة بتشتري وبيع ممكن في نفس اليوم وتكسبي وتخسري في نفس اليوم العقار لا العقار بتكسبي بس على مدى زمني كبير يبقى احنا لازم لما بننصح الناس لازم تعرف احتياجك في المدى الزمني قديه حضرتك بتتكلمي عن سيدتنا الافاضل في مصر هو دايما لازم نقول حسن التدبير من حسن الاقتصاد لو احنا شطار في تدبير يعني افكارنا الاستثمارية او في اوعياتنا الاستثمارية هنعرف ندير اقتصادياتنا سواء بقى اقتصادياته الاسرة او الافراد بادارة لها فن ومعرفة ودايما نقول لو سمحتم بلاش اللي هو ما بيسمى بزيادة عملية ايه التفكير في وعاء استثماري واحد فقط لغير يعني ما ينفعش انت لو مش متخصص تروح البورصة وتقول انا هشتري في البورصة لا غلط وروح اسأل المتخصصين اعرف منهم كويس جدا لان الناس فاكرة كلمة السهم دي يعني حاجة بتتلا دي شركة كيان كبير جدا ليه ارادات وليه مبيعات وليه مصرفات المتخصصين هم اللي بيقوموا بيها علشان كده مننصح الناس الجأ الاول المتخصص لو راح سوء المال ودول مرحبين جدا قاعدة عريضة جدا وبيبتدوا النهاردة يكون فيه توعية كبيرة زي ما الأستاذة حنان قالت من رئيس الوزراء يمكن لأصغر حد في الشركات كلها فده تشجيعا ليه الناس تخش تستثمر خاصة ان الدولة تطرح عدد من الشركات كتير من الناس تقدر تستفيد منها في مصر عايز اتكلم مع حضراتك ونعنى الدهب والدهب بالنسبة لنا ده واحد من أقدم الاصول الاستثمارية في العالم الناس كتير جدا بتلجأ لده وخصوصا في القوينة الأخيرة مظبوط شوف يا فندب من حصل يعني من أربع سنين تقريبا حصل ان فيه مشكلة هو طبعا ما أنا ببعدش بيك أكتر من كده ولكن فيه حاجة اسمها الحرب الروسية الصينية آسف الحرب الأمريكية الصينية الحرب التجارية دي خلت ان يكون فيه كثير من الدول والبنوك المركزية في العالم تلجأ ان يزيدوا من الملازل آمن الدهب ويستغنوا عن الدولار ده اللي أدى لارتفاع كبير جدا في سوق الدهب في العالم وحصل انجزاب كبير جدا من المستثمرين في السوق المحلي بالأخص في مصر لهم يتحوطوا تحوط كبير جدا في شراءهم للدهب وزي ما احنا عارفين النهاردة بقى تقريبا أنصة الدهب في السوق العالمي وصلت لـ 2070 دولار ده من بداية السنة اللي فاتت تجاوزت الـ 50% تقريبا أو 40% ولكن لو بصيت عليها في 20-23 هنا في مصر تقريبا زادت 90% يعني اللي اشترى الدهب 21 تقريبا سنة 23 بس زادت الفلوس بتاعته قربة 90% وده عرضه طلب ولا ده الأسواق العالمية عموما هو طبعا فيه محددات مختلف نوعا معنى السوق العالمي لا أول محددات العالمية فاندم بتحدد عندك جزء كبير جدا لأن السعر العالمي هو المحدد الأساسي ولكن طبعا إحنا عشان عندنا النهاردة تغيرت سعر الصرف فبقى فيه محدد آخر للأسف الناس بتستغنى عن العملة المحلية وتلجأ للدهب وطبعا فيه نظرية مشهورة للاقتصاديين النضرة العرض ده يعني العرض الإليل في الدهب ده وطبعا فيه ارتفاع جدا فيه حجم الطلب هو اللي خلى فيه ارتفاع كبير في مستوى السعر دي انتي بتشوفيه لكن على المصار بقى على مدار 24 يعني ان شاء الله سنة 24 دي عايزة ادل حضرتك صبق كده لا الدهب في ارتفاع على طول سيبك بقى من المداربة في الفترات ولكن احنا بتدينا هون النهاردة في أول يوم تقريبا بعشرين سبعين يعني 2070 دولار للأنصة في أمريكا أنصة الدهب في سعر العالمية هتيجي على آخر السنة مقدر لها أكتر من 2500 دولار طيب سيحنا حيك شايفة إزاي الاستثمار في مجال الدهب وإيه الشروط أو الحاجات المفروض تيجي في دماغي لو أنا قررت أن أنا استثمر في الدهب طبعا في السوق المحلي بيختلف عن السوق العالمي لأن أنا عندي في مصر بيستخدمه كملاز آمن ضد التضخم وبيبقى طبعا في دعاية من قبل التجار أن الأسعار هتزيد فالناس بتعمل نوع من الاهتمام بالشرفة بيبتدي يرتفع السعر طبعا إحنا دولة مستوردة للدهب وليست منتجة فطبعا مرتبطين كمان بالأسوار العالمية إلى جانب أن احنا عندنا تسعير الدهب مختلف قوي يعني في التسعير عن المستوى العالمي وبنلاقي دايما دايما لما بتتجه الفيدراليات حوالي العالم والمركزيات لتسبيت أسعار الفايدة بنلاقي الدولار بينخفض قيمته وبتدي الدهب يعلى قيمته وعلى هذا الأساس بيبتدي يرتفع الدهب في السوق المحلي وإحنا طبعا تغيرت وجهة نظرنا في الحالي كان الأول بنشتري الدهب لما نكون فيه شبكة أو هنتزين به دلوقتي يلاقي الناس اختلفت خلص بتعملتها في الدهب وتمام واللجنهات الدهب وما بنقدرش نلوم على حده نقوله لا ما تستثمرش إنه هو عايز يحافظ على نقوده ضد التضخم بس برضو الفكرة اللي دايما بأوضحها مش من السهل إن أنت تسير الدهب وقت الاحتياج طبعا دايما دايما بنقول إن أنا لما يجي أستثمر أنوع بدال الاستثمار بالنسبة لي أنا ممكن أكون غير متحمل للمخاطرة العالية فممكن أنا أجيب أكتر من وعاء استثماري وما أتجهش للإدخار إلا بقدر يسير لأن مهما كان يعني أسعار الفايدة اللي بيديها البنك مع انخفاض قيمة الشرائيل النقود مع التضخم بيبقى طبعا الاستثمار هو أفيد ودايما بنواجه للشباب أه أأمن ودايما الشباب أنا مهتمية بيهم جدا جدا لأن متواصلة معهم طول الوقت عايز أغير وجهة نظرهم وفعلا الحمد لله نجحت الفترة طويلة أن أنا أوجيهم لإستثمارات آمنة وما يكونش بس إدخار لأن التنويع دوت هو صفة الشباب لأنهم عندهم ألبهم أجمد شوية من الكبار إحنا كلنا نجمل قلبينا إن شاء الله ونتكلم أكثر عن الاستثمار لأنه ده حديث العالم كله ولكن انت عادت حضرتك الدهب انت من أقل حاجة يعني انت ممكن تشتري جرام دهب لغاية كيلو دهب موجود متاح خلاص في مصر يعني من السبيكة اللي هي جرام ويمكن أقل من ذلك معاكل غاية استثمار في كيلو دهب وده بقى يعني الشباب شايفاء وتتعامل فيه وبقينا بمرض مع بعض يتقال أنا اشتريت كذا وأنا اشتريت كذا فده شيء مهم جدا أنه زي ما حضرتك بتقولي فكر الشباب في الاستثمار يختلف ويتغير ويكون في مختلف يعني الأوائل الداخلية المتاحة فعندهم طبعا بيبقى حافز ان هو عايز يخاطر وبيخش سوق المال عايز يجرب وسوق المال سرعيته وأداءه سريع جدا فعلشان كده تلاقي الشباب طموحه ان هو عايز المكسب السريع عايز يبتدي يخاطر بفلوسه وامواله وفكره سهلا بنتفرمرهم برضو ما بنسبهمش يخاطره والمخاطرة اللعية مهمة جدا مسألة التوعية لانه برضو في النص فيه ناس كتير بيبقى يعني ما بتحققش ومكاسب زي ما بتبقى متخيلة نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل لكن بستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل حديثنا وحديثنا يعني كمان مواجه بشكل كبير لصغار المستثمرين اللي نفسهم يستثمروا يعرفوا ممكن ازاي يستثمروا خلال الفترة اللي جاي فاصل ونكملين مع حضراتكم أهلا بحضراتكم من جديد وبنتكلم عن أفضل طرق الاستثمار في 2024 مع دفاية المنورين في الستوديو أستاذ أستاذ حنان رمسيس خبير أسواق المال ودكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي دكتور يمكن احنا خلاص يمكن يومين ولا حاجة وتفك شهادات اللي هي كانت بعائد 25% مظبوط فاند دلوقتي في ظل التضخم اللي احنا عايشينه الناس اللي هتفك شهادات اللي كانت بيتاخد عليها 25% دي ايه الأوعية الاستثمارية اللي جاهزة ان الناس تستثمر فيها في ظل التضخم اللي احنا شايفينه ده شوفي فاندم دي سؤال في غاية الأهمية ولازم نقول للناس كل واحد وفق رغباته او وفق يعني احتياجاته المالية تقدر تستثمر في عدد من القطر واحد لو انت في احتياج مالي شهري يعني انت محتاج مرتب كل شهر هتلجأ للشهادات اللي هي موجودة في البنوك القطاع العام متفقين ان دهي لغاية دلوقتي اعلى حاجة لغاية ما بكلم حضرتك 22% ودي مدتها 3 سنين وطبعا بيبقى فيه ثلاث بعدين بتلخفض 22% لـ 18% لـ 16% ده نوع من انواع الشهادات وفيه شهادات تابعا تاني بـ 19% ده لو انت في احتياج لهذا الأمر طب انا مش في احتياج لعائد الشهري ومحتاج بقى ان انا استثمر شوية اقولك لو سمحت لو انت مش خبير قوي في البورصة روح اشتري دهب متفقين على قدر بقى فلوسك وممكن تقدر تسيلهم بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاث على حسب برضو رغبتك في احتياجك للمال طب انا بقى شاطر وعندي رغبة شوية ان انا استثمر واضارب وقلبي جامد يلجأ بقى الوستاذ حنان ويروح البورصة ويستثمر خاصة ان احنا النهاردة بنتكلم مع الناس كتير جدا علشان يبقوا عارفين ان الشركات اللي بتطرح من الحكومة او من الدولة اللي هو ما بيسمى بوثقة الملكية دي شركات نجحة كبيرة جدا منها بنوك منها شركات اولات منها عدد من الشركات اللي هي بتريكومويات او ما شبه لذلك خدمة وطنية طبعا بعض محطات البنزين الشركات دي نجحة الدولة حققت فيها ارادات كويسة يقدر اي شاب او اي مستثمر او اي حد يرغب اي حد من المصريين يرغب ان هو يخش البورصة يريد النهاردة يبتدي يتفاهم ما هي الناس هتبص على الملاءة المالية لهذه الشركات هل دا بيتم معرضه على الناس اللي جاي يستثمر في البورصة ويعرف هو هيشتغل في اي شركات او هيستثمر في اي شركات بتعرضه دا على الناس تمام بصي كل الميزانيات بتاعت الشركات والميزانات المجمعة والربعة الصنوية كلها موجودة على الانترنت لان فيه حاجة اسمها الافصاح ودي مهمة جدا بالنسبة للبورصة فلازم كل الميزانات تترفع على الانترنت وهو طبعا بيقدر يتطلع عليها بمنتهى السهولة وبيقدر يقيم نتائج الاعمال ما بين سنة وسنة او ربع وربع وبيبص طبعا للعديد من البنود ما بين الدين والمدين وبيشوف كمان توزعات الأرباح السابقة والأرباح المترقمة والمحتجزة فكل المبادئ المحاسبية اللي بيدرسها في الكلها يلاقوها يعني صرف موجودة في تلك الميزانيات فيه بقى ميزة لما بيجي شركة تعمل طرحة عام في البورصة بتعمل حاجة اسمها نشرة طرحة فيه جرائد مقروقة رسمية فبيقدر المتعامل ان هو يشوف نبز على هذه الشركة وبتدي يتعرف عليه على نشاطها ولتائج اعمالها لبدة فترة سابقة بارقام مقارنة وعلى اساسها بيتخذ القرار الاستثماري وكمان لازم نخلي بالنا من حاجة انا ممكن يكون اداء الشركة قوي جدا ولكن تدخل البورصة البورصة يبقى اداءها سلبي فهو حسن سوق ولا حسن سلعة فدائما احنا بنحاول بنساعد المتعامل ومندل وجهة نظر على فكرة يعني فيه شركات كتيرة بتعمل دراسات وهي متخصصة في تلك الدراسات وبتحدد قيمة السهم والقيمة العادلة وكل دي من المصطلحات اللي بيستخدمها المستثمر في البورصة العديد من اولادنا الشباب درسوها في الكليات وستمعوا عنها بطريقة مفصلة وعلى اساسها بيبتدي يخش في هذا الاكتتاب اللي عادة دائما بنقول ايه الاكتتاب ده عبارة عن الطرح الاول او الاطفال الاولى بحق مكاسب عالية جدا وشفنا العديد من الطرحات النجحة اللي تمت في البورصة وإيد المتعاملين ما بين يوم وليلة تزيد يعني مكاسبهم بطريقة عالية جدا دكتور مصطفى اخيرا انت شايف ان التوجه المفروض يكون من الافراد استثماري وليس الدخاري ولا ده بينطبق على ناس معينة مثلا او اصحاب دخول معينة ده كل واحد وفق رغباطة يا فندم ما تقدريش نحكم على حد نقوله روح كل فلوسك حطها الدخار وهو يكون في احتياج ان هو عنده قدرة يستثمر ما تقدريش تقولي لحد روح استثمر وهو في احتياج لقدرته انه محتاج مدخرات مالية يتعايش بيها يوميا ولكن استمحيلي من منبرك الكريم وإحنا عارفين ان احنا خلاص بنختم نقدم رسالة وتحذير رسالة اهم حاجة لو سمحت اي حد معه فلوس لازم يلجأ لي القنوات الشرعية سواء بنوك سواء شركات اوراق مالية سواء ان هو يتعامل مع الدهب ولازم يحصل على فطورة ومختومة ومن محل موصخ به عقار نفس الحكاية التحذير ارجوكم بلاش اخطاء الماضي وفي انت حضريتك عارفة في مجتمعنا المصري المستريح الفلاني اللي اخد الفلوس بتاعت الناس هدينا بننبه من هنا من منبر حضريك الكريم وكم سنة ونشوف مستريح غيره لا لا ومش كم سنة وكأن الناس بتنسى ده مش كم سنة فندم ده كل شهر بيطلع لك واحد وللأسف مختفيين وما بنشوفهمش ويبقى خلايا نايمة وده اللي احنا بنحذر منه ودايما عشان كده اللي انا بقوله لي يا فندم بيزيد من السوق السودة في كل حاجة سواء في سعر الصرف بتلاقي فيهم نفس الحكاية دي ودهنا بننبه وبنحذر بتلاقيهم في السلع التنمونية بتلاقيهم في السلع في العربات او ما شابه لذلك فارجوهم يلتزموا الحذر الجهات المعنية موجودة اعتقد لازم يكون في مساندة في توعية الناس في كيفية ادارة اموالهم مستثمر دي رسالتي وتحذيري من بنبر حضرتك الكريم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي واستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال نورتونا وشرفتونا وشجعتونا ان شاء الله انه يكون عندنا وعي اكتر بمسألة الاستثمار وزي ما حضرتك قلت اهم حاجة ان احنا ناخد بالنا احنا بنستثمر في ايه وبنستثمر مع مين واي القنوات اللي انت تتوجه لها ومهم جدا قدير مخاطري على حسب تحملي هذه المقاطر صحيح انا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا نورتونا واسعدتونا وكده مشاهدين وصلنا مع حضرتكم لختام حلقة النهاردة دايما نشوفكم بالف خير اشتركوا في القناة